موسيقى ربما قدر الرجاء بعد كل إنجاز يكون شي مشكل لك يدفوع الصح ربما يعكر شوية يعدي الأجواء داخل الفريق شفنا بعد الكاف بلما نرجع للمشكل الآن جاءت الإصابة ديال الحافيدي اللي كانت فيها القيل والقيل والتناقضات بين تصريح ديال الدكتور العرسي اللي كيقول بأن الإصابة خفيفة وبين يعني الفحوصات اللي جراها اللاعب اللي بينات أن الموسم دياله انتهى وأن الإصابة دياله يعني كتطلبه حد ربما أربع إلى خمسة أشهر أو أكثر باش يرجع للميدي مقتل الأولى أنا كنت موجود مع البركتور العرسي في الفيستير من بعد ذاك الإصابة وبركتور العرسي اللي دار يالله واحد الفحص غي بيده ما كان عنده لا إي غام لا غيون إكس لا والو باش يعرف شنو هو كانش فحوصة دقيقة حيث ذاك الكلام اللي قالوا قالوا مباشرة كنا في تسعود الليل وقيلة ولا في العشرات الليل بعد المقابلة يعني ما كانش الوقت الكافي في نفس الوقت اللي كيقول الطبيب اللي شافوه كيقول بأنه كين واحد لغيبتور بارسيال ديال الليجامون ذاك الليجامون يعني تقطع لكن في نفس الوقت كيقولك الطبيب مني كيتقطع ذاك الليجامون خص الرجل تنفخ وخص يكون دميات بزافة إلى آخرية داخلية ما رجبرش هادك نقاط كاش مضاعفة ديال الإصابة ما كانش هادك دونك واش كانت ذاك الليغيبتور ممكن قديمة وما بيناش وعدبان تحت الدار ذاك الفحوصات واش كان ذاك شي يعني قاب تغيب شي شوية وجدت تقطع دونك ما عطاش ذاك المهم أنا كنظن بروفيسور العرسيرام عروف كطبيب جراح كبير مختص يعني في هذه الميدان هدا المهم هو نعطيه أحسن علاج ممكن للحافظة داول اللي وقررنا كم كتب باش عبدالله حافظي غاد جراله يعني العملية في أسباير وراك عرفتي يعني الكفاءات اللي كان في أسباير لعاب نيمار مني كي كون عنده مشكل وعاد كان في تمانيت يعني عن أحسن المعدات الحمدلله بتدخل رجويين مقيمين في قطر كان عندي لقاء مع المدير العام ديال أسباير مباشرة بعد المقابلة وتفهمنا على واحد خطات عمل ومن وقعت الواقعة عيت له وهو مشكور السيد مودي العام ديال أسباير حيث أسباير غاد تأخذ على عاتقة جميع نفقات انتعاد الوبراسيون هادي ودونك الحمدلله عبدالله حافظي يعني روابين يعني أيدي أمينة غايتكلفوا بهم زيان احنا بتصال معه مباشر ونهار الحد ولا نهار اثنين غاد تحدد المعاد بالضبط ديال العملية الجراحية وما متفاعلين يعني مع الإخوان الأطباط أسباير اللي كيتكلم معهم مباشرة بروفيسور العرسي ومن ضمن هاد الأطباط كان الدكتور حسون روام شهور كان دكتور ديال الفارق الوطني كيقول نبي إنه إن شاء الله مباشرة من بعد من بعد العملية الجراحية غا يبدو ترويد وعندهم طريقة ترويد وعندهم الإمكانيات ترويد باش إن شاء الله عبدالله أحفظي يعود يرجع المستوى دياله في أقرب الأجل ودائما على ما تستفهم على اللجنة الطبية ديال الفارق الرجاء تعرضت انتقادات كثيرة إصابات كثيرة مفهوم أن عدد المباريات ولكن حتى اللاعب منك يتصاب يعني المدة اللي كتتقى لأنه غير يرجع فيها يعني كتتجاوز وكيخليه واحد ربما عدم ثقة لأنه لتحتى الجماهير مقاتش كتتقي يعني في اللجنة الطبية ديال الفارق وكيولي واحد تخوف منك يتصاب واحد اللاعب أن هذه الإصابة يعني ما يكونش واحد الفحص اللي هو دقيق اللي غيش خصام زيان ويخلي العلاج يكون في المستوى بتالي كالطوال لمدة ديالعودة اللاعب أنا مني كان أخذ ماشنو الأسباب أنا اللي كان قول ماش نكونوا يعني صارحين اللجنة كيصار عليها بروفيسور العرسي وكان دكتور طيب هما اللي ومعهم بيانسور اللي كينيه إلى خير أنا كنظن مني كان شوف يعني الإصابات كان شوف اللعابة اللي تصابوا يعني بصفة متكررة ما كان جمع بزاف ديالعابة كان ساناد الورفلي كان عمار اللي احتوى تصاب إلى خيره عمار بوطيب اللي تصابوا عودوا تصابوا أنا كنقول واحد وخمسين مقابلة هي اللجنة نشوفه ونفهمه هي السبب الرئيسي من بعد رأى الشفاء يعني رأى ماشيش عمالية حسابية واضحة واحد زائد واحد هي جوج رأى حد الشفاء تشوف طريقة العلاج للدار ومن بعد الرياضة اللي كدار اللاعبين إلى خيره يمكن يكون بعض المرات سوء في التقدير ديال طريقة ديال أنا ما كنظنش كاين مشكل كبير ما خصناش نكبرو المشاكل كتر من الحجم ديالها ما نظنش خصنان نكبرو المشاكل كتر من الحجم ديالها وكنظن كو كان يعني موسم عادي فيها واحد ربعين مقابلة ما نكونش تحناف هاد المشكل هادا اللي كاين يعني قبل ما نختمو الحوار ديالنا نعطيك ثلاثة ديال الأسئلة اللي هاد جوبني إليها بصراحة ربوما أحداث وقعات اللي نعرفه شنو وقع فيها بضب مش فعلا فريق راجاء كان عنده الرغبة أنه غيبيع ببضربانون فريق شباب المحمدية موضوع اللي كتر عليه القيل والقال واللي كان فيه مجموعة ديال الأشياء واللي تكلم فيه رأي ذي الاتحاد المحمدية وقال بي أنه عنده يعني جموعة من رسائل إلكترونية اللي كتأكد هاد الموضوع أنا طريقة العمل ديالي الحاجة اللي كتكون بين أشخاص ما كان وضعاش فوق الطاولة مني توضعات ماشي من جهتي غان قولك شنو كاين حيث أنا مع أمري كنت غان نهضر على هاد جي طرحات علينا باش الشاب محمدية يشري باديع أوك ويسلفونا وإنما الطلب اللي كان في نص الوقت هو نبيعه 50% ديال بادر بانون الشاب محمدية 500 من العقد دياله من العقد دياله باش يقولي بادر بانون 50% محمدية 5% راجع أنا هاد هاد يعني هاد هاد التركيبة اللي ما غاد دخليش الراس بادر بانون ونادي الراجع مع أمرو غايدخل في شي عملية اللي ما وضحاش وهدا هذا وما نظن شواج لعب في المستوى بضربانون غان بيعو وخاء عشرة في المية ديالو الفارق ديال الهوات يعني غير ديقوا رفضنا احنا تكلفنا في الموضوع تم اقتراح سافتونا اقتراحات الكترونية ما جاوبناش عليها ورفضنا وطوينا الصفحة ومشا اللعاب اللي هضرنا عليه دقا دير مشال شي فارق اخر واحد التركيبات دي ما غندخلو لها شحنا بخصوص ديربي الامارات شنو قاع بالطبط وعليش ما كانش بالغ مش مشترك بين فارق الويداد سمعنا ان كان اجتماع ولكي ما توصلتوش يعني الاتفاق من اجل بلغ مشترك بعد كيكون بلغ ديال فارق ديال فارق ديال شنو قاع بالطبط انا عاود لك من اللو والحيتها دي كتر فيها القيل والقال جاتني واحد دعواء باش نمشي نحضر واحد المقابلة ونتكلمو حضر مقابلة نهائي ديال اسيا كأسة اسيا ونتكلمو مع الاخوان ديال الامارات في هذه المقابلة طلبت باش يصفتو الاخوان واش كينشي اتفاقية واش كينشها جاهزة قالك غير اجي وغنتكلمو مني وصلنا قالك تلعبو 22 في شهر مارس والامور اللوجيستيكية والمالية تعرضت علينا في البلاسة قلت لو ديها تشيرا ممكنش نجاوبك هكذا خصنا ندرسو الفكرة مرحبا نلعبو ما كانش مشكل حسنا نشوفو الوقت المناسب ونشوفو المسائل اللوجيستيكية المناسبة احنا عدنا مقابلة في اوتوه ومن بعد خصنا نمشيو لقاطر باش اللعبو النهائي كيفاش غان نخدموها تشي وعدنا طرف اللعابة في كيب اه ناسيونال طرف اللعابة في كيب اسبواخ طرف اللعابة غايكونو في كازا وكي غان نخدموها تشي دوك هيفاش اه انا الفارق الاخور نخليه هدر على رأسوه انا قلتها ودي خصنا الوقت منوضحوها الامور كلها هدر مع التقم التقنيه الاخيري منيش في نابي انا ذاك شي ما خدمش قلنا ودي رامي ممكناش نخدموه وليكيب ناسيونال اول خطرات عيد وثلاثة اللعابة في الكيب ا كانو عدنا تسعود اللعابة اللي هوما في الكيب ناسيونال دوك قلنا ودي نلعبوه لكن ماشي في ذاك المرحلة ووضحنا يعني درنا واحد الرسالة اه كتبنا الاخوان دي الابوضابي وكانضن نادي الويدات دارو نفس العملية وهيفاش تقرر باش نشوفو واحد لادات اللي تكون بين شهر عشر وشهر طناش اه المقبل بخصوص مستقبل كارتيرون واش الى ما حتلش المركز الثاني في دوري احترافي غاي سامر في المنصب ديالو الموسم المقبل ام غدا يكون هناك يعني نهاية العقد في بنهاية الموسم جواب صارح لا جواب صارح جواب انا كنقول بحال بحال اللي هضرت لي الى الاخ زكريا كنسالي والسانة وكندير واحد البيلون ودهك الساعة مني كنديرو البيلون كنشوفو النقاط المزيانة والنقاط اللي ما مزياناش وكندير واحد البيلون كناخدو قرار غانبقى نقولك من دابا ايدا 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 الهدف ديالنا والطاقة ديالنا والتركيز ديالنا هو شامبيونس ليغ العام الجاي عشان المقابلات ثلاثين نقطة وسننرقزوا عليها ومن بعد عندنا الوقت الكافي باش ناخدو القرارات الصيبة كلمة اخيرة الجماهير ديال فريق راجع رياتي ناكن نشكر الجماهير اللي الجاوبات مع الفريق اه مندو شهر سبعة تسكتعرف باننا بدينا هاد المرحلة فشهر سبعة دوك هاد شهر سبعة هي دابا وصلنا لتسعة شهر هاد الفريق هادا وهاد اللعابة اللي ضحاوا كتير اه موقتهم ومخدمة ديالهم ومعائلتهم الاخيرة من 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 سبيل النادي شكرا للجماهير للدعم اه والحمدو الله هاد اللقاب هاد الالقاب جوج اللي جاو راب الفضل ديال الجماهير وحنا كنقوله الجماهير يزيدوا يسندوا الفريق بقي شهرين ان شاء الله عشان المقابلات اختنا نمشيوا باش نحصلوا اه تالت اه لقاب ديالنا ولا تالت هدف ديالنا على وهو نتكاليفيه للشامبينز ديالج العام الجاية ان شاء الله وشكرا على التصدف شكرا شي زيواد على الساعة ديالصدر ديالك شكرا على الصراحة ديالك كنت منه وتوفيق الفريق الرجاع ريادي بمستقبل مباراة شكرا جزيلا شكرا 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 اشتركوا في القناة